في خطوة رائدة تم الإعلان عنها في مؤتمر كوب 28 للمناخ قدمت مجموعة كي أن كي بالتعاون مع CESI ومجموعة بريزمين جروب وسيمينز أنرجي مشروعا مبتكرا لإنشاء ممر كهربائي يربط بين مصر وإيطاليا لنقل الكهرباء الخضراء المشروع الذي تم تصميمه في البداية بقدرة 3 جاجاوات يهدف إلى تغطية حوالي 5% من الطلب على الكهرباء في إيطاليا مع وجود مجال للتوسع تتمثل المبادرة في تركيب كابل بحري عالي الجهد للتيار المباشر يعد الأول من نوعه ويمتد لنحو 2800 كم وبعمق يصل إلى 3000 متر في مصايا ربط هذا الكابل منطقة غرب سهاج في مصر بمنطقة دولو الفرعية الإيطالية ينضم إلينا من دبي دكتور تاج الدين سيف رئيس مجلس إدارة مجموعة كي أن كي أهلا بك دكتور تاج الدين نتحدث عن مشروع مبتكر لإنشاء ممر كهربائي بين مصر وإيطاليا دعنا نبدأ بالحديث هذه أول مرة يتم فيها إنشاء مشروع من هذا النوع كيف ما الذي تتوقعونه له أين تريدونه أن يصل أول شيء متشكركم على الاستضافة واسمحيلي بس من خلال قناتكم الكريمة أني أهني دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنجازات الغير مصبوقة التي تحقيقت خلال هذه المؤتمر الأطراف التي حدثت في دبي مشروعنا هو أكثر من سنتين تقريبا عم نشتغل علىها نحن مجموعة الشركات التي هي تشيزي الإيطالية الشركة رقم واحدة على مستوى العالم بالرابط الكهربائي ومع سيمانس انرجي كمان واحدة من أكبر الشركات بموضوع الـ Converters Stations اللي حيرضمونا بالمشروع وشركة Presumian Group اللي هن مختصين كمان بأمور الكابلات البحرية المشروع مثل ما أتي حضرتك يعني ما شاء الله عليك عملت برزنتيشن المشروع هيطلع من سوهاج سوهاج اللي حيصير فيها أكبر مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح ومن الشمس المشروع هونيكي حيكون من شركات سعودية وشركات إماراتية وشركات ناروجية بـ Capacity 25 جيجاوات وحننطلق من سوهاج حيكون عنا أكشل المشروع كله 2 items فأول item حيكون هو battery storage 400 ميجاوات لحفظ على تصدير الطاقة الخضرة وحيكون أول converter موجود كمان بسوهاج وحنسوي الكوريدور الأخضر من سوهاج لسلوم هذي حيكون onshore الكابل onshore بقلب داخل مصر لأن هنيخد لحنة من المزرعة مباشرة هنيخد الطاقة نظيفة مباشرة مش هنيخد من الgrade اللي هو في ميكس energy بمصر ومن سلوم صحيح يعني عنا 2840 كيلومتر اللي نصل فيونا على نورس إيطالي المكان اللي قادرين يستوعبوها الكابلستي هايدي هيكون عنا كمان بإيطالي 16 كيلومتر داخل الأراضي الإيطالية لنوصل على المكان اللي هنوصل فيه الكابل اللي عنا فينا نحكي على أربع نقط أساسية بهذا المشروع هذا المشروع أول مشروع بلبط الشرق والغرب لأنه كان كل الشركات أو كل الدول حتى يتجنبوا البحر الأبد المتوسط لأنه في عماء تصل لستة ألاف متر وما في كابلات بحرية بتقدر تنزل أكثر من ألفين أو ألفين وخمسمائة متر بريزيميان جروب قدرت وصلت لتكنولوجيا بكابلات بحرية بتوصل ل3600 كيلومتر اللي احنا بعد ما سوينا السورفي اللي بقابل البحر الأبد المتوسط وصلنا على المكسيموم عمق عنا 30000 متر يعني الكابل اللي صنعته بريزيميان هيشتغل صح وعنا كان هذا واحدة بالتحديات التي كانت عنا عنا تحديث الثاني أنه تأمين الكونورترز لأنه اليوم فيه تشورتج كبير على الكونورترز لأنه كل الدول عما تشبك ببعضها والعالم كله أصلا شبكة واحدة يعني قريبا جدا إن شاء الله و جمعنا التحدي الثالث كان أنه شركة مثل تشيزي يعني هيدا عندهم خبرة بتمديد أكثر من 50 ألف كيلومتر يعني كابلات بحرية وكابلات برية على مستوى العالم أنه كنوا موجودين كمان معنا على الطيولة فالحمد الله نتعلم يس المدة الزمنية لإنجاز يعني حسب ما استعرضته علينا هناك الكثير من الخطوات والعديد من التحديات يعني حتى لو أنه تم التغلب عليها المدة الزمنية التي يتطلبها هذا الإنجاز وبعدها نسأل عن خطط التوسع أيضا ولكن اليوم إذا بدأ المشروع إمتى بيخلاص إمتى رح نشوف يصير حقيقة هنا فعليا نبتدينها من سنتين بالتنسيق الكامل مع وزارة الحرب والطاقة المتجددة بمصر ومع التقنيين يعني نشان بنسكر أسامي الشركات مع الشبكة الإيطالية المشغلة بإيطاليا وكل التفاصيل والمعلومات والدراسات كانت بالشراك كان معهم بس كنا عم نشتغل على لا بروفايل وصايل انتلي يعني مش كان ما يكون في كتير عجق لأنه كان في كتير تحديات عندنا يمكن ما يزبط المشروع يعني لو بس في نقطة واحدة في البحر الأبيض المتوسط ما قدرنا نوصل فيها على أقل من 3600 متر كان ما في مشروع لأنه كان بعدين حنشتغل عن نتكنولوجيا أسبرزي من جروب يعني يعني بدأ نكون على أعمال يعني هاي الكابلت بدأتوا بمدة في البحر الأبيض المتوسط لا 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 بعدنا ولكن الدراسات تم الانتهاء منها لا انتهوا من تصنيع بريزيمين جروب هاي النوعية من الكابلات وعم سووا الها تاست واردي ضان واردي ويكن يوز ومتى يمكن أن يبدأ العمل طيب بالمشروع نحن قريبا جدا إن شاء الله أنا بتأكد على الأسبوع الجاي اللي احنا كمان هنكون في القاهرة ومع الوزارة الكهرباء المتجدد إن شاء الله من شان نشتغل على الدراسات التنفيذية يعني عنا هلأ مثلا بقل مصر 1013 كيلومتر يعني هنشتغل على وين بد يكون موقع هنشتغل على بالظبط وين بي سلوهم وبالظبط وين بيضعوا له بإيطاليا فهلأ نتقلنا على المرحلة الخرائط التنفيذية إن شاء الله مع مصر ومع إيطاليا هلأ إيطاليا هي خطوة أولى بعد إيطاليا يعني هذا المشروع هو حلم سمح لي يعني حلم أنه نحن نقدر ننقل طاقة نظيفة بهذا الشكل اليوم الخطوة الأولى هي إيطاليا بعد ذلك ما هي أمالكم هو نقل مبدئيا أنه كبداية هو نقل الطاقة النظيفة الطاقة الخادرة من مصر لإيطاليا يعني نحن نحكي من شرق أوسط لأوروبا لأنه تكلفة إنتاج الطاقة هلأ بمصر أقل بكتير من التكلفة بإيطاليا أو بأوروبا يعني عنا أربع تلاف ساعة تغذية من الشمس بمصر وعننا أكتر كمان من أربع تلاف ساعة تغذية من الرياح وهي دي بتميز فيها جمهورية مصر العربية والإنفراس اللي موجود يعني بمصر من 2014 أخدوا خطوات كتير جدية بموضوع أنه نكون جمهورية مصر واحدة من أكبر مصدرين للطاقة النظيفة قارج مصر اللي اشتغلنا علىه بأنه هو ربط كهربائي كامل مش بس تصدير كهرباء من الشرق الأوسط لأوروبا اشتغلنا على ربط كهربائي كامل لأنه فيه ربط كهربائي صار خليجي وهلأ حيكون لنهاية 2025 حيكون ربط خليجي مع مصر عن طريق الأردن وبأوروبا عم يشتغلوا أصلا عن ربط الكهربائي الخاص اللي فيهم هنا فهذا الكابل حيكون هو ربط كهربائي بين الشرق الأوسط وبين أوروبا ال-in-out يعني مش بس تصدير فحسب احتياجات الدول بتكون كان في عندهم احتياجات بالشرق الأوسط لطاقة نظيفة من أوروبا حتتصدر من أوروبا وإذا بيكون في احتياجات لأوروبا حتتصدر من الشرق الأوسط لأوروبا فهذا ربط كهربائي متكامل مش بس شكرا لك دكتور دكتور تاج الدين السيف رئيس مجلس إدارة مجموعة K&K معنا من دبي وأهلا وسهلا بكم وموفقين إن شاء الله بالمشروع